السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم حبيبي وامتابعيني في كل مكان أنا مروة ظهرة إن شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الرابع الابتدائي في مادة التربية الدينية الإسلامية هشرح معاكم الدرس التالت من السيار والشخصيات هود عليه السلام قبل مبدأ الفيديو باتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة سهلة وبسيطة كلكم تدعموا الفيديو بأكبر عدد من اللايقات وتعليقاتكم الجميلة وشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا الجرز على كلمة الكل علشان يصدوكوا إشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي أنا هنزلها إن شاء الله تابعوا الفيديو الآخر واستفادوا من شرح المادة بشكل بسيط جدا ده آخر درس في الجزء الخاص بالسيار والشخصيات الدرس التالت هود عليه السلام وقوم عاد أول حاجة المعلومة اللي عايزاكوا تعرفوها إن سيدنا هود عليه السلام أرسله الله تعالى إلى قوم عاد علشان ما تنسوهاش كلمة هود فيها حرف الدال وكلمة عاد فيها حرف الدال فعلموا إن ربنا سبحانه وتعالى أرسل سيدنا هود عليه السلام إلى قوم عاد أول حاجة أرسل الله تعالى نبيه هود من زرية نوح إلى قوم عاد ده رقم معلومة رقم واحد رقم اثنين بيتكلمني بقى على قوم عاد دول بيقول لي إن هما كانوا أول من عبدوا الأصنام بعد الطفان وكانوا عرب وكانوا بيسكنوا الأحقاف والأحقاف دي كان الجبال من الرمل في اليمن في منطقة قريبة من البحر وكاد عرفوا عن قوم عاد بأنهم عرفوا بالقوة وضخمة أكسامهم وقصرت نعم الله تعالى عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون تاني إحنا عندنا أربع معلومات على قوم هود على سيدنا هود عليه السلام وقوم عاد أول حاجة أرسل الله تعالى سيدنا هود عليه السلام من زرية نوح إلى قوم عاد ده أول حاجة رقم اثنين كانوا أول من عبدوا الأصنام بعد الطفان رقم ثلاثة كانوا عرب وكانوا بيسكنوا الأحقاف والأحقاف دي كان الجبال من الرمل باليمن في منطقة قريبة من البحر وقد عرف قوم عاد بقوة وضخمة أكسامهم وبقصرة نعم الله تعالى عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون تعالوا نشوف دعوة هود عليه السلام بعص الله تعالى هود عليه السلام في قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام بسم الله الرحمن الرحيم وإلى هود أخاهم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون الآيات مش حفظة عليكم أهم حدا تعرفه المعلومات اللي في الدرس كانت دعوته لقومه دعوة الناصح اللي كان بيشفك عليهم من عذاب الله تعالى فكان بيحذرهم من عذاب الله طارة وكان بيذكرهم بنعم الله عليهم طارة أخرى يعني مرة يفقرهم بعذاب ربنا سبحانه وتعالى ومرة يفقرهم بالنعم اللي ربنا ادهلهم ثاني بعث الله هود عليه السلام في قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام بعث الله هود في قوم عاد ليدعوهم إلى عبادة الله تعالى وترك عبادة الأصنام رقم اثنين كانت دعوته لقومه دعوة الناصح بتيجي على طلف الصح والغلط في الاختيار كانت دعوة هود عليه السلام لقومه دعوة الناصح اللي كان بيشفق عليهم من عذاب الله تعالى فكان بيحذرهم من العذاب طارة ويذكرهم بنعم الله تعالى عليهم طارة أخرى كانت دعوته لقومه دعوة الناصح الذي يشفق عليهم من عذاب الله تعالى فكانوا يحذرهم من عذاب الله طارة ويذكرهم بنعم الله عليهم طارة أخرى تعالوا بعد كده لكنهم كانوا طبعا مصرين على قفرهم واتهموه بالسفه والكذب وتحدوه بأن ينالهم بأذى إن هما كأصروا على الكفر واتهموه بالسفه والكذب واتحدوه إن هما ينالهم أي أذى يعني مش مصدقين إن هو ممكن ينالهم أي أذى نتيجة إصرارهم على كفرهم واتهموا سيدنا هود بالسفه والكذب وخلي بالكوا عشان بتيجي في الاختيار جديد فأرسل الله تعالى ريحا شديدة أتت عليهم وضمرتهم ونقى الله هود والذين آمنوا معهم تاني أرسل الله عليهم ريحا شديدة أتت عليهم وضمرتهم ونقى الله هود عليه السلام والذين آمنوا معه قال تعالى وأما عاد فأهلقوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصومة فترى القوم فيها صرعة كأنهم أعجاز نخل خاوية ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا شديدة أتت عليهم وضمرتهم ونقى الله هودا والذين آمنوا معه درس بسيط جدا مفيش في أي حاجة بس خلونا نعرف معاني الكلمات معنى بريح صرصر عاتية عشان مهمة ريح شديدة حصوما معناها متتابعة صرعة معناها موتى أعجاز نخل خاوية جزوع نخل ساقطة أو فارغة تاني بالراحة تاني أول حاجة بريح صرصر عاتية ريح شديدة حصوما متتابعة حصوما متتابعة بريح صرصر عاتية ريح شديدة حصوما متتابعة صرعة موتى صرعة موتى أعجاز نخل خاوية جزوع نخل ساقطة أو فارغة أعجاز نخل خاوية جزوع نخل ساقطة أو خاوية جزوع نخل ساقطة أو فارغة جزوع نخل ساقطة أو فارغة تاني من البداية أول حاجة بيكلمنا على هود وقوم عاد هنقول الجمل المهمة في الدرس أول حاجة أرسل الله سيدنا هود عليه السلام من زرية نوح إلى قوم عاد رقم اثنين كان قوم عاد أول من عبدوا الأصنام بعد الطفان رقم ثلاثة كانوا بيسكنوا الأحقاف ودي بتيجى على طول في الامتحانات والأحقاف دي كانت جبال من الرمل في بيئ اليمن في منطقة قريبة من البحر وقد عرفوا عن قوم عاد بيئ القوة وضخامة أجسامهم وقصرت نعم الله عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون والجزئة دي مهمة جدا أنهما كانوا بيسكنوا الأحقاف والأحقاف دي كانت عبارة عن جمال من الرمل وكانت موجودة في اليمن في منطقة قريبة من البحر وقد عرفوا قوم عاد بقوة وضخامة أجسامهم وقصرت نعم الله تعالى عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون وربنا سبحانه وتعالى بعث سيدنا هود ليدعوهم إلى عبادة الله وترك عبادة الأصنام وكانت دعوتهم دعوته لهم دعوة الناصح كان بيشفق عليهم من عذاب الله تعالى وكان بيحذرهم طارة وكان بيذكرهم بنعم الله عليهم طارة أخرى وبعد كده لما أصروا على كفرهم واتهموه بالسفة والكذب ويتحدوا بأن ينالهم بأزم لكن ربنا سبحانه وتعالى أرسل عليهم ريحا شديدة ضمرتهم ونجى الله هود والذين آمنوا معهم أرسل الله عليهم ريحا شديدة ضمرتهم ونجى الله هود والذين آمنوا معهم ومعنى كلمة ريح صرصر عاتية ريح شديدة وخلي بالك عشان بتجي في الاختيار كتير في الامتحانات حصوما معناها متتابعة وصرع معناها موتى وأعجاز نخل خاوية معناها جزوع نخل ساقطة أو فارغة بريح صرصر عاتية بريح شديدة حصوما متتابعة صرع موتى صرع معناها موتى أعجاز نخل خاوية جزوع نخل ساقطة أو فارغة جزوع نخل ساقطة أو فارغة أهم سؤال في الدرس إن كانوا بيسكنوا الأحقاف وهي جبال من الرمال باليمن في منطقة قريبة من البحر ده أهم سؤال كمان عرفوا بقوة وضخامة أجسامهم وقصرة نعم الله تعالى عليهم من بنين وأنعام وجنات وعيون ده شرح الدرس مفيش في حاجة درس سهل وبسيط انتظروني هنزلكوا الورق بتاع المنهج كله الخاص باختبار شهر أكتوبر على صفحة الفيسبوك مسمار وزهرة ياربكم بقدم لكم معلومة سهلة وبسيطة دعواتي لكم حبيبي بالتوفيق والنجاح كنت معكم مسمار وزهرة